يا مرحب كده يا ألوان إزايك وإزاي أولادك؟ بخير الحمد لله تعيش يا مندوه يا فاندي وزيعت مر أخوك حلو أخبرو إيه؟ إلا يا أخوها من ساعت ما بقى عمدي ما حدش بيشوفه يكونش كبر علينا ما شغل بقى ما انت عارف الدنيا تلاهي بلا كلام اللي بيحب يزور حد بيزوره تابوك الله يرحمه كان كل يوم التاني عنده هنا في المكتب أيو الله ما صابع عيد مش ضيب عليها يا شيخ أبوك الله يرحمه لما أبوك مات ما كانش بيطيط عن صحابه وكان دايما يزورهم ويودهم وفي المواسم ما يقطعش خيره عنهم إيش قمح إيش رز إيش بط إيش وز هيا دي الأخلاق اللي بصحيح أيو الله الله يرحم ويجعل كله في مزان حسنة وقدر يا كريم آمين يا رب العالمين بقى لغني يا أخوان ربنا كرمك بمولود كده من قريب صح؟ أيوة صحيح سبحانا العطي الوهاب وعملت له الفادو وبقى بتاعه ولا لسه؟ لا ما عملت لهوش لا يا علوان لازم أن تأمله وما تنسانيش بقى بطبق فادة بالحلوة اللي كده والكتار اللي عليه اللحمة اللحمة أيوة لهو أنت لساك فاكر دلوقات خلاص كبير وهنجوزه ايه؟ ربنا أحزك ويحزوا طب يا سيدي والخطوة العزيزة دي بقى جات فاك أكيدة ولا أنت لقاصد تيجت ظرنات أنا يعني كنت جاي أسأل على حاجة كيدي خيه؟ أنا كنت جاي أسأل على حاجة للأراضي والبيوت اللي فاتها ويا الحج الله يرحمه ليه كفر الله الشر حصل حاجة بينك وبين عتمان أخوك؟ ايه؟ وما نعرفه ديني وطمع وعينه معلهاش إلا الطراب أبوك نفسه كان بيقول عنه كيدي تتزدق؟ بهده؟ يا عم ما حصلش حاجة أنا جاي بس عايزة أعرف يعني عايزة فاهمني أني لأنت ولا عتمان تلسة تعرفوا حاجة؟ ده الكلام يا راجل؟ وجايت أسألني دلوقتي؟ ده بوك نيت من يامي يا عم أنا دلوقتي جاي أطلب منك حاجة هتعملها لي ولا مش هتعملها لي؟ طيب ما تتزربينشي قوي كده هعمل لك عشان خلط المحوم بس بشرط تبقى توديني؟ تحليني فوقي؟ توديني كده؟ ماشي يا سيدي كل اللي تؤمر بيه بس خلصني المال بقى الله لا يزينك يا سيدي حاضر ما تتزربينش أنا نفسها وعيك لان حكاية المراسد بتعمل مصايب وخصوصا بين الإخوات و بعضيهم أنا بنبهك ها هو هني محفوظ كل حاجة الله ينور عليك وريني بقى كده كل المحفوظ عندك ده أوريك إيه مش لما تحليلي بقى يا سعلوان عملت اهي يا علوان مش هتنا انطلع كدهب طب و اهي اللي الجد عليك و اللي علي المهم عرفت ازاي مني رحت المحكمة الشرعية و شفت الاوراق المتسجلة لتخص اراضي ابوي يوات يوات، ولقيت إهباء لقيت إن المرحوم أبويا ما كتبش أي طهام بيعاء للعتمان ولا الغيره طب ماني عارفة ومتأكدة إنه كده يعنيني اللي مش عارف أنا بس مش عايز أقوم مشاكل بني وبينه قلت برضو أخيك كبير ومسيره في يوم الأيام يعقل ويدني حق إنما توصل للأهانة وقلت القيمة طب ونوي بقى تعمل إيه؟ عايز أفكر كويس قوي وفي المليان قبل ما أعمل أي حاجي نفكر، نفكر قوي وفي المليان كمان طب مش ترى في الأول هتعمل إيه وإزاي؟ كده ما ينفعش يا أبو العيل الغفر والعساكر مالين كل حتة في البالد يعني بس كنت عايز حنان بتروح تقول له فاطنة تقبلني عند المصرف القديم اللي في آخر البالد يعني عارف سكة من يمت هناك لو مش نفيها ساعة زمن واحدة هنخرج برا البالد أيوا يا أخوي هي ساعة زمن واحدة والغفر والعساكر يكون له حقوق استنى البكرة يا أبو العيل أكونوا أضبط كل حاجة موسيقى موسيقى والله كفاية لحد كده ستراوي احنا مش عارفين نرد جمالك فيه موسيقى 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 يا أهلاً يا أهلاً اتفضل يا حضرة المأمور والنبي النهار ده عيد أصلاً لأيدك مسألتيش فولتك أنا بنفسي يوه لو أنت ما تعرفش ده أنا كنت عيانة وجد تيتي أيضاً وما كنتش عارفة أرفع رسيمني على السرير بعد الشر عليك ست الكل أجيب دكتور لا خلص أنا بقيت كويسة بس تزد أن أنا كنت حادي عليك بكرة شوف دي بقى تبقى القلوب عند وعدها إينا عند وعدها بقولك بتعايشة أنا لوحدي لا مش عايشة لوحدي معيه البتة حنان بس بتنظى فوق والبت دي بتبات معك هنا ليه في حاجة؟ لا بسأل بس أيوة بتبات أصلاً كنت عامل حسابي يعني أن إحنا نقعد قاعدة كده ونحكي من غير إذا عايشة لا البيت تشوفنا والبيت دي ما تبالش في بقها فولة طب ما تمشيها ما ينفعش بعد ما شافتك أنت عايزة تخرج وتلسن علي وإنت عارف جتتي مش خالصة من البلد واللي فيها ده اللي جيب سيرتك في البلد دي أنا أقطع لسانه لا مش للدرجاتي لا للدرجاتي وأكتر أصلاً أنت ما تعرفيش غلاوتك عن دي قد دي أه طب أقول لك إيه ما تخليها البكرة أكون زوّحت البيت وأتضبط نفسي وعملت حسابي بكرة ده بعيد قوي أنا عامل حسابي على النهارطة ما ينفعش يعني أنت رضيك كسرتي بكرة تبع على كل لسان؟ لا يا ستي ما أردنيش طب أجيب لك شاي؟ خليها البكرة بقى أسمعنا خير وأنت من أعلى بكرة يا حضرة المأمور ماشي؟ أعم ماشي هو ماشي؟ استنى بس ده كان بيسأل عليك بيتقص عنه بيقول إن في واحد قال إنه شافك هنا بس أنا قلت له كلام الناس كتير عشان كده يا بول علا مش هتعرف تخرج من هنا خالص اليوم من دو ماشي أخرج من هنا خالص إزاي يعني؟ هتعني هنا؟ علي عليكي؟ يو وده اسمه كلام برضو؟ هو علي وبس ده أنا هجيب لك مشاكل كل يوم التاني هتلاقي المأمور نطيط لك هنا ومعاهي العساكر وما كانش المأمور هي بقى العمدي والغفر ليه؟ أنا مرضى الكيش البعدة لدي موسيقى موسيقى